هجوم جديد يستهدف قاعدة عين الأسد ما آلاته هذا التطور؟ أولاً لذا يحدث الآن من نتائج عمليات التي تجري لفصال المقاومة كان هناك هدنة الهدنة بقيت مفتوحة لمدة شهرين فصال المقاومة أعطتها لغرض انهاء تواجد قوات أجنبية على الأرض العراقية وقوات التحالف تعديداً وكأنما أشعرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى أنه هناك خلل في هذا الموضوع وابتدأت بقصف هذه العملية الثانية تجري بعد انتهاء الهدنة ولهذا الآن الحكومة العراقية بموقف محرد جداً لأنه نحن نظم ومتأكدين إلى أنه لا قوات التحالف ستخرج قريباً ولا الولايات المتحدة الأمريكية ستخرج كل ما هناك أنه تواجد قوات التحالف ما دام هناك خرق أمني أو ما دام هناك خلل أمني داخل العراق إذن هي تعطي المبررات لوجود قوات التحالف داخل العراق ولهذا كان هناك تلميحات كثيرة عن طريق السفيرة الأمريكية إلى أنه داعش موجود على الأرض العراقية أو إلى أنه داعش احتمال أن يعود إلى المربع الأول وخاصة نحن نتكلم الآن بعد 72 ساعة من أعطاء العفو عن السجناء من قوات قسد قوات سوريا الديمقراطية والتي هي سمحت لكثير من الدواعش بالخروج من المعسكرات ونحن نتكلم على 6 معسكرات قريبة من حدود العراقية وهذا يعتبر خطر كبير على العراق لأنه احتمال نسبة كبيرة منهم يتحركوا باتجاه العراقي زائداً هناك معسكر الهول الذي هو يحوي أكثر من 60 ألف شخصاً كانوا من عوائل وأطفال ونساء الدواعش اشتركوا في القناة